بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم قال لي ألا ترى أنكم تغالون في حق علي وتبالغون في فضائله ومناقبه قلت هل نحن عرفنا عليا حتى نغالي فيه قال أليس في كلامك هذا أيضا مغالات ألم يكن علي بشرا ألا يمكننا أن نعرف البشر قلت بلى كان علي بشرا كما كان رسول الله بشرا ولكن الله تجلى في رسوله وتجلى في وصيه وتجلى في كتابه قال هذا كفر قلت ولي ما هذا كفر قال تقول إن الله تجلى في علي قلت إن الله تجلى للجبل فجعله دكا الله تجلى في كتابه كما يقول الحديث الشريف الله يتجلى في النباتات والأشجار والحيوانات والبشر وما خلق يتجلى بمعنى يظهر قوته وحكمته وعلمه في كل ما خلق وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قال ولكن حينما نقول إن علي بشر فمعنى ذلك لا يجوز لنا أن نغالي بالنسبة إليه أو أن نبالغ في صفاته قلت اسمع ربنا يقول ليستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون صحيح أن الأنبياء والأوصياء هم بشر من حيث أجسامهم من حيث أنهم يولدون كما يولد الناس يأكلون كما يأكل الناس ينامون كما ينام الناس يموتون كما يموت الناس ولكن الذي يميزهم هو أن الله خلقهم من معدن آخر أرواحهم كانت معلقة بعرش الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض الله خلقنا ونحن الناس العاديون وكل من سيخلقهم فيما بعد في عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا استب ربكم قالوا بلى شاهدنا ربنا خلق أرواحهم من طينة مختلفة عن طينتنا تماما من حيث الجسد هم مثلنا لكن من حيث الصفات يختلف أمرهم تماما كما أنك ترى أن مادة الألماس هي نفسها مادة الفحم لكن الألماس ألماس والفحم فحم مادة الأجسام بالنسبة إلى جميع الناس واحدة لكن ما يختلف في الصفات بين الناس يجعل بعضهم ألماسا وبعضهم فحما وهناك موازين ومقاييس جعلها الله للبشر كمواد للتمايز يعني إذا كان ربنا يقول أن البشر أن الناس متساوين لكن إنما تمايزهم بالتقوى لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى فكلما زاد تقوى الفرد كلما امتاز على غيره وهذا لا ارتباط له بالمغالات ثم المشكلة أن أعداء أهل البيت سلام الله عليهم وبعض المغررين بهم هؤلاء ألغوا أئمة أهل البيت من قاموسهم يعني فالمثال بسيط أجيب لك أبو هريرة عاش مع رسول الله وصاحبه ثلاث سنوات ثلاث سنوات كان مع النبي والإمام علي عاش مع رسول الله ثلاث وخمسين عاما ومن بعد البعثة كان مع النبي ثلاث وثلاثين عاما أبو هريرة ثلاث سنوات والإمام علي ثلاث وثلاثين عاما وكان الإمام علي دائما مع النبي في مكة عشر سنوات أبو هريرة ما كان موجود ونزلت هذه السورة المكية وتحدث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعموم للأفراد وتعرف أن سنة رسول الله لا تعني مجرد كلامه فعله أيضا سكوته وحركته موقفه عشر سنوات الرجال ما موجود مع النبي جاء في معركة الأحزاب في معركة الخندق وعاش مع النبي ثلاث سنوات كم من الأحاديث تروون عن أبي هريرة كم أحاديث خمسة آلاف خديث ويوم اللي يصير كلام أنه كيف أن هذا الرجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط ثلاث سنوات تروون ثلاثين دينكم منه يقولون ألف يوم كان مع النبي ألف يوم ألف كم يوم وإذا قلنا كل يوم كان يحفظ له ثلاث خمس روايات وهذا شي طبيعي خمس روايات فإذن خمس سنوات حديث رواها أبو هريرة عن رسول الله هذا شي طبيعي زين والإمام علي اللي عاش بعد بعثة النبي قبل البعثة أيضا كان مع النبي منذ أن ولد في الكعبة لم يفتح عينيه لا في وجه أمه ولا في وجه أبيه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه إلا حينما وضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففتح عينيه في عيني رسول الله وكان مع النبي وبتربية النبي وتحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة وخمسين عام ثلاثة وخمسين عام كان الإمام علي مع رسول الله عشر سنوات قبل الهجرة ثم ثلاثة وثلاثين سنة بعد الهجرة مع النبي زين هذا الإمام علي ما حفظ روايات ما حفظ أحاديث ما شاف النبي شلون يمشي شل المواقف اللي اتخذها شل الكلام اللي قال لهذا وذاك وكان ألصق برسول الله من أي واحد من الأصحاب أصحاب ابن عم ابن عم زوج بيتة يعني حينما كان النبي يأتي إلى بيت فاطمة أبو ورير وما كان يجي إلى بيت فاطمة مع النبي وما كان موجود زين كم حديث تروون عن علي في كتبكم كم حديث خمسة آلاف من أبي ورير أمتاز والبقية من عائشة ومن فاطمة مو قد رسول الله هذه مو كانت مع النبي منذ أن ولدت إلى أن غاب النبي قبل وفاتها بأشهر أو أيام كم حديث من فاطمة وكم حديث من علي وكم حديث من الحسن وكم حديث من الحسين وبعدين من التسقين بقضية الصحابة صحابة صحابة وعلي ممن الصحابة فاطمة لست ليست من هون والحسن والحسين بدون الصحابة مو صحابة يعني إذا لم يكن علي الذي كان مع رسول الله وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 53 عام مو من الصحابة من ومن الصحابة من ومن الصحابة شو مراحل على الصحابة ما حد كم شغل في علي ثم الإمام علي في صفاته في مواقفه في علمه في حكمته لا يقاس به أحد من الآخرين لا من الأولين ولا من الآخرين لا من الأولين ولا من الآخرين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاستثناء غير علماء أمتي أفضل من أنبياء من إسرائيل وعلماء أمة النبي هم الأئمة الأثناء أحشاف هؤلاء هم المقصودون علماء أمتي أفضل لأن ذلك كانوا علماء غيرهم كانوا رجال السلطة يعني معاوية تعتبر من علماء أمة النبي يزيد تعتبر من علماء أمة النبي من من عدو يسألون واحد من عدو معنى آية وفاكهة وأبا شو ما معنى أبا من يعرف عمي أقرأ الآية اللي وراها متاعا لكم ولا نعامكم يبدو هذه الآية ثانية مقارين ما يعرف الجوان يريد يحدد المهر أنه شن المهر تغالون بي وتزيدون وتنقصهم فتقوم امرأة وتقول لا حق لك في ذلك لأن القرآن يقول وآتيتم إحداهن قنطار قنطار يعني جلد البقر أو الثور يملأ بالمجوهرات يعني من الممكن أن المهر يكون قنطار وآتيتم إحداهن قنطار قال كل ناس أفقوا من عمر حتى المخدرات الحجار يعني علماء أمتي حينما يقول النبي إذا من يقصد مثل علي فمن يقصد تعالوا أنتوا يقولوا من يقصد ليش هذا الإهمال لأهل بيت النبي ليش هذا الإهمال للإمام علي والله أنتم خسرانين مو أحنا خسرانين حكم الإمام علي خسرانين علم الإمام علي خسرانين مواقف الإمام علي خسرانين قضاء الإمام علي هذا كل خسرانين أنتم هذا غير قضية الآيات والروايات التي تنطبق على أمير المؤمنين سلام الله عليه والتي اختص بها دون غيره من الناس يعني احنا عدنا رواية تقول من نظر إلى وجه فلان من أصحابي فلواحد اسم أي اسم جيبا عبادة لكن يقول النبي من نظر إلى وجه عليا النظر إلى وجه عليا عبادة ذكر عليا عبادة هذه الأحاديث أنا ماريد أذكرها في الحقيقة لكن أريد أبين ملاحظة أن استمرار هذا الدين بعد رسول الله هو في علي وفي أولئك الذين كانوا ينطقون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكونوا يقولون عن فلان وفلان روى جدنا عن جبرايل عن الباري سلسلة ما فيه إشكال يعني تأتي إذا روايات الإمام الصادق صلى الله عليه الإمام الصادق يروي عن أبيها الإمام الباقر الإمام الباقر عن أبيها الإمام زين العابدين الإمام زين العابدين عن أبيها الحسين الحسين عن علي علي عن النبي يعني عندك فالسلسلة موثقة أكثر من هذه أكثر من هذه عندك سلسلة موثقة هذا كل يتركوف ما عظم شكر لا بعليه ولا بفاطلة ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بالأمة المعصولين من ذرية الفسين أنتو الخسرانين في نظركم إذا الإمام علي كان مع رسول الله من بعد بعثته ثلاث وثلاثين عام وعلي كما يبدو من خطبه من بلاغته من ما وصل إلينا كان أيضاً من الحافظين من الحفاظ يحفظ مو بس أبو غريرة أدى ذاكرة خاصة تختلف عن ذاكرة بقية الأمم ولم يأتي إلى هذا الدين إلا قبل ثلاث سنوات من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زين كل يوم الإمام علي يشوف النبي ويسمع النبي إذن كل ما نقله عن مواقف النبي عن حركة النبي وعن سكوت النبي هذه رواية حديث يعتبر هذا حج علينا يعني على الأقل يومية خمسة ستين ألف حديث من رسول الله لازم إحنا عدنا في كتبنا وينها عدكم وينها عدنا موجودة إحنا عدناها الحمد لله هذه حفظات ما كفرد واحد وراء النبي أو وراء الإمام علي إذنه قال أن السنة لا تكتبوها لبيت سنة السنة سنة رسول الله كان ممنوعة حد يكتبها والحجة حتى لا تختلط بالقرآن عجيب والآن أيضا احذفوا السنة حتى لا تختلط بالقرآن بس ذاك اليوم كان هذا الخطر موجود بعد هذا الخطر ما موجود وبعدين هم أهل السنة وأحلموا أهل السنة نحن الحمد لله ما حدفنا شيء اثنى عشر ألف أكثر من اثنى عشر ألف يوم الإمام علي كان ملازما لرسول الله يتبعه اتباع الفصيل إثر أمه كان يناجيه كان يناغيه كان يسأله إذا سكت علي في قوة بيانه في بلاغته في قدراته المختلفة في مواهبه الإلهية الربانية ستين ألف حديث كم حديث أنتوا راوين للإمام علي كم حديث في كتبكم ليش إنغاء الإمام علي سلام الله عليه أنا مرة شبت أن في نهج البلاغة في حكم للإمام عليه سلام الله عليه قريب خمسمائة حكمة كنت أروح أدور حكم الإمام علي غير هالخمسمائة الموجودة في نهج البلاغة جمعنا الآن هم ده يطبع هذا الكتاب معجم حكم الإمام علي ثلاثة وعشرين ألف حكمة للإمام علي سلام الله عليه في قرابة ألف قنوان أنتم محرومين من هذا وكل حكمة من حكمه يمكن أن تحيي أمة بأكملها جيبولنا حكم غيره يعني كم حكمة من معاولة عندنا كم حكمة من يزيد عندنا من بقية الأصحاب عندنا وين يعني أتكم ثلاثة وعشرين ألف حكمة ما من قضية ما من موضوع إلا والعلي بصيرة ورؤية فيها يعني لو بعض كلمات الإمام علي أجيب تعال قارنها بأي شخص أخ نعم يرمون أن الخليفة الثاني قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا على شنو تستعبدون الناس والناس ولدوا أحرار كلمة منسوبة إلى الخليفة الثانية الإمام علي أيضا عندك من لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله خرى جورجر ذاق المسيحي يقارن بين هالكلمتين يقول لذول اللي يستعبدون الناس ما يعرفون أن هذا غلط شنو الفائدة تحتوية ذول المليونرية الملياردرية اللي يحتكرون الأموال ما يعرفون أكون فقراء ولازم يحطون للفقراء لا يعرفون شنو الفائدة أنت تجلي تلقي محاضرة أو كلمة للأغنياء وتقول لهم ليش أنتوا أغنياء وذول فقراء وقلكم جئتوا مثل بعض الدنيا يعني ما يعرفون شنو الفائدة هالكلام الذين يستعبدون الناس يعرفون أن الذين يستعبدون هم ولدوا أحرار لكن كلمة الإمام علي التي يتوجه بها إلى الشخص كن واحد واحد من عده يتوجه إليه لا تكن عبد غيرك يعني هذا الحق أنت لازم تأخذ ما أحد يعطيك روح أخذ حقك الحرية لا تؤطى الحرية تؤخذ الحق لا يعطى الحق يؤخذ ما في نسبة في المقارنة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم جيب لي كلمات جيب لي حكم نقدر نقارن بكلمات علي وحكم علي هذه 23 ألف حكمة هي الكلمات القصيرة غير الخطب التي ألقاها الإمام علي غير الأحكام غير القضاء كل هذه يخليها على جن مع أنهم منعوا الرواية من علي لعلي أو أي شيء ينقل عن الإمام علي انظروا إلى من روى هذا صرمان صدر السلطان معاوية بن أبي سفيان اللي طالع واحد من هذول الحنقى حقيقة كانت بكتاب ستمأت صفحة في فضاء المعاوية يقول شو الفرن بين معاوية وسليمان بن داود سليمان طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد ومعاوية حقق هذا الأمر لنفسه عجيب باقي بس تقول أن هذا أفضل من سليمان معاوية بن أبي سفيان سليمان بن داود طلب من الله هذا الملك هذا صادر وغصب حقيره هذا غصب حقيره كتابها الضخامة فينك معاوية بن أبي سفيان ما أدلي شنو تعبير مال ويعتبره مثل سليمان بن داود سين هذا معاوية بن أبي سفيان أنا اليوم أريد أتعلم ديني من منه أخذ دينك رجال تخبرونا أنا أريد لأولادي أقول لهم قلدوا واحد من صحابة النبي فمن هو أقول له فالواحد والد عمر عشر سنوات أقول له قلد صحابة رسول الله جيبوا الصحابة يوم اللي عمر عشر سنوات كانوا يالنبي منهم من عزهم ذول أنتوا تقدسوهم وتكبروهم عبدوا الأصنام سجدوا للأصنام في أواخر حياتهم إجوا آمنوا والمعاوي يصير فرش شخصية كبيرة ومهمة في التاريخ وما أحد يقدر يتكلم عليها وإذا أتكلم عليها يبقون إقامته لأنه تكلم ضده واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله الميزان النبي فخلين شو منه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي عنده كلمة في مدح معاوية يقول لا أشبع الله بطنة كل ما راحوا علينا دون نبي عنده صغل ويا دياكم شوفه بالكبر دياكم يا رسول الله دياكم يا رسول الله دياكم مرة مرتين ثلاثة قال لا أشبع الله هذا حديث في فضل معاوية من النبي لكن نجي إلى النبي القرآن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل بقية الرسل شلون أنا مو بدعا أنا مثلهم ما كنت نص الآية ما كنت بدعا من الرسل حينما أرسل الله موسى بن عمران إلى فرعون قاله وعلى فرعون صح قال يا رب هذا فرعون أعطيته مال أعطيته سلطان أنا وحدي أريد واحد يساعد هو معي يعني النبي موسى ما كان من حقه أن يعين مساعدا لنفسه هذا لازم يطلبه من الله لأن عمل راح يكون حجا قال رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقب قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تقول أسماء بنت أميس رأيت رسول الله وهذا الكثاب موجود عند ابن عساكر موجود عند الخطيب البغدادي الآلوسي في تفسير يذكر هذا الحديث ومجموعة من المؤرخين تقول أسماء رأيت النبي واقفا عند ثبير ثبير جبل عظيمة بين مكة وعرفت رأيت واقفا يقول اللهم إني أسألك مما سألك نوسى بن عمران اللهم يسر لي أمري اللهم أحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وآخا بين الأصحاب وترك عليا لنفسه آخا بين أبي بكر وعمر بين عثمان وفلان وبين فلان وفلان ثم آخا بين نفسه وبين علي هذه حديث المؤخرة تم كل المؤخرة يذكروا وكثيرا ما كان يقول هذا أخي وقال الكلمة التي يذكرها البخاري ويذكرها أحمد في مسنده أغلب العلماء يذكرون هذه الكلمة قال علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد فقط في قضية النبوة استثناء علي ما كان نبوة بعد النبي خاتم الأنبياء انتهت النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بقية الصفات كلها موجودة في علي أشتب به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كل هذه موجودة نحن حينما نتحدث عن أمير المؤمنين ليس فقط لا نغالي إنما لم نصل بعد إلى معرفة هذا رجل العملاق العظيم الذي لا شبيه له ولا مثيل إلا ما نتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أخوه وهو الذي كانوا مع بعض حينما كانوا أرواحا بعرش الله مفدقين ثم نأتي إلى التمايز بين الناس يا إخواني أدنا موازين موازين الله تختلف عن موازين الناس موازين الناس هذا عند سلطة هذا عند أموال هذا عند الجيش هذا عند الجمال يعني هالموازين الموجودة على وجه الأرض شنو الموازين فلان عظيم وكبير يعني منه يعني رئيس لولة يعني رئيس الوزراء يعني وزير فلان مهم ليش لأنه مليونير فلان مهم ليش لأن تأثير من خلال الإعلام تأثير كبير عند وسائل الإعلام عند قنوات فضائية عند موازين الله أمو هذه لو كانت هذه موازين الله لكان فرعون وهامان هؤلاء كانوا أظماء عند رب العالمين أبدا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار عن فرعون عن هامان عن غيره ذو لكان يملكون سلطان موازين الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم شلون نقدر نعرف هذا أتقى من ذلك التقوى في القلوب التقوى في القلوب لكن نستطيع أن نعرف التقوى من خلال مجموعة من الأمور منها حينما نرى أن هذا الشخص يتنازل عن هواه وعن مصالحه في سبيل الله يعني تأتيه دولة إمبراطورية جاءت إلى الإمام عليه سلام الله عليه بعد الخليفة الثاني اجتمع وميام ستة عينهم الخليفة قال بيناتكم واحد تختاروه نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين قول إيه يبايعوك فتصير خليفة وتحكم لك خمسين دولة بعد ينغير بدل مثل ما يعجبك لا مفردة واحدة أخلاقية ما مستعد الإمام علي يتنازل عنها ويحصل على أمبراطورية مفردة واحدة هذا التقو إذا ما عنده تقو يقول إيه باي خالف اشتهاد رأيه قالوا إذن مو أنت الخليفة صار خليفة بايعه الناس بايعه من في المدينة بايعه من في العراق من في الحجاز كلهم بايعوا ما عدا معاوية في الشام وإلا الجميع أجمعوا عليه هذا معاوية بقيه كم يوم حتى يأخذ البيعة إليك بعد ينشيل الله قال والله لا أبقي معاوية يوميا على أساس هذا يحكم هناك بأي موازين بأي مقاييس إلهية شنو الميزان اللي هذا صار هناك خليفة لأنه من بني أمين والخليفة من بني أمين هذي موازين الله العشائر والقبائل هذي موازين الله لا ما أبقي كان باستطاعته أن ينقذ خياة نفسه لو شاء يأتي إليه أحد والإمام عليه في المجلس يقول يا أمير المؤمنين إني أحبك لما انطال فوق جوا أنا لا أحبك يا أمير المؤمنين والله إني أحبك قال والله إني لا أحبك زين واحد جاي يتغازل وياك يقول لا أحبك خب لا أحبك قال له ما أحبك راح قال يا أمير المؤمنين ليش قتل ما أحبك قال هذا قاتل هذا ابن مرجل جردوا سيوبهم قتلوا قال أبدا ما تقتلوا مو انت تقول هذا قاتل قينا عم قاتلي لكن اذا قتلتموه اذا تقتلون بي غير قاتلي مرة اخرى ايضا قال لجماعة هذا قاتلي فقال اقتل قلنا لا لي اقصاص قبل الجناه حكم الشرع يقول قبل الجناه ليصير قصاص الامام عليه يقدر ينقذ نفسه حتى في الليل اللي طلع للمسجد وحده حتى يصلي وابو ملجم هناك نايم مخب السيف تحته ونايم على السيف على بطنه يقعد للصلاة يقول له لو شئت لاخبرتك بما تحت ثيابك هذا السيف اللي سنة كاملة نخلي فيه داخل مي نخلي مطعمة السن لاخبرتك به لكن قم صلي ما قتل هذا التقوى مو مهم عندما صلحته قالوا يا امير المؤمنين اذا هذا رسائل عشائر ابن عباس اجي الامام عليه قال يا امير المؤمنين انت عادل حتى بالاسم الى اخوك عقيل ما مستعد الزي دراتمان يوم اللي اجي يطمن عندك نفهم هذا الشي ما راح من بيت المال توزع لشراء الضمائر لكن احنا رواتبنا نجمعها اعطها لرسائل عشائر هذا اللي يسوي معاوية قال الله والله لو كان المال مالي لقد ثبته بينهم السوية الامام عليه شهيد عدالته شهيد ايمانه شهيد تقوى شهيد زهده وانا اذا كان يريد مثل معاوية قال اطلب النصر بالجور ويوم اللي صار خليفة شايف بعض الافراد يصلي يصوم عبد الملك من مروان كان حمام المسجد يسمى حمام المسجد دائما في المسجد دائما يصلي دائما يقرأ القرآن يوم اللي جابوا لك خبر بابا انت صارت خليفة هذا القرآن سد قال هذا فراق ما بيني وبينك ويوم اللي قال له له كذا قاتلين في مكة كذا قال احنا سابقا يوم اللي كنا نسمع النفر الطير قاتلي كنا نتأثل رئيسة دماء المسلمين تراقميه منه صلى وصامى لامر كان يطلبه لما استتبى له لا صلى ولا بعد شغل القرآن بعد عدالة القرآن مساواة القرآن تقوى القرآن الله بعد شغل انت لازم تروح على اتقى الناس وهذا هو الميزان للتفاضل خاصة يوم التي تأخذ دينك من واحد لازم تروح على الاتقى لازم تروح على الاعلم لازم تروح على الافضل حقيقة تقدر انت تجد ميزان لتقوى اصحاب النبي وتتمايز بيناتهم وتشوف افضل من علي ابن البي طالب مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي خاتب الانبياء النبي حرر اولئك الناس من العبودية النبي اعطاهم قوة وسلطان مات راحوا وقعدوا في سقيفة بني ساعدة الامام عليهم كان يقدروا الروح للسقيفة وفي هذا البازار في هذا البازار في سقيفة بني ساعدها من يطرح نفسه بل كي يطلع على اصحابه كذا مجغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجماعة قاعدين هناك يفكرون في السلطة وتجي السلطة للامام علي ويرفضها ويقول انا كاب الدنيا على وجهها هذه الدنيا مثل ترطاس بيها مي انت كبها مو تجب المي هاشا كنت تسوي تقلبها انا كاب الدنيا على وجهها يا صفراء ويا بيضاء وري غيري للدنيا يقول طلقتك ثلاثة تجي السلطة ما يريدها ما يريد السلطة هذه اليوم اللي يصرون علي ويقبل هل استفاد من سلطانه في شنو استفاد حتى حرص ما عندك حراس معم اليوم اللي حراس ما يريد يعني من السلطان كل شي ما يريد يلبس بالملابس الخشنة قال شفت ابويا خلاني على كتفة واحد ينطل من التابعين ان ابي وضعني على كتبي ورقنا الى مسجد كانت لدي واحد ده يخطب يشوف يخطب بعض الوقات الشي كنت سويت ثوبة قلت له شنو هذا قال هذا عزيبنا ابي طالب ده يخطب هذا الثوبة غاسلة ما عنده غيره ما عنده غيره ثوبين ما عنده ما عنده سنين وللعلم ما كان في عهد الفقر كل اموال الانفراطورية الفارسية والانفراطورية الرومانية كانت جاي الى المدينة فهذا اللي غاسلة بعده مو ناشد دين الشفاء هو بارد دين الشفاء فهو علم ضارق الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه قرص صبح قرص بالله بس يتباتر معه ويطلع بروا بينه سيفه من يشتري سيفي هذا امبراطور رئيس دولة سيفي احتاج الى من يشتري سيفي هذا فهو الذي نفسي بيدي لو كان عندي ثمن عشاء ما بقتل عاشا ما عندي ياكل التقوى في القلب نقدر نشوفه لكن نقدر نشوف اثار التقوى في العمل يوم اللي يقدم هوى الله على هواه يقدم مصلحة الناس على مصلحة عائلته على مصلحة عائلته بنته تاخذ قلادة في يوم عيد من ابي رافع وابو رافع شغبة بيت مال المسلمين بيدة تقول لهم اكفرت قلادة عارية مضمونة في بعض انواع العارية انت موضى منها اخذت عارية وباقوها لكن عائلية مضمونة انه اذا ضاعت اذا تلفت اذا صار فيها شيء هي اللي تتحمل قيمتها فتلبس قلادة في يوم العيد يجي الامام علي قلادة على الجيد بيته من اين ذكي هذا قالت من ابي رافع من ابي رافع تعالي ابو رافع لماذا تخون المسلمين وين يا امير المؤمنين يدري ابو رافع هذا علي هذا علي القبادة اللي اعطيتها البتي قال يا امير المؤمنين يوم عيد وهذه ابنة امير المؤمنين الناس يجون يزوروها نسواني يجون يزوروها وقد اخذتها عارية مضمونة قال ان لم تكن عارية مضمونة لكانت اولها شمية تقطع يدها في الاسلام كنت اقطع عيدة بس عارية مضمونة بنتي رجعيها لي متلبسيها يوم العيد لي يا شامير المؤمنين عارية ومضمونة وكل اشكال ما فيه وبعدين قلادة وما ينقص من عدل شو قال اترين في نساء المهاجرين والانصار من يلبسه مثل ذلك رجع لك هذا يعني هذا التقو هم في بقية الصحابة شفنها الشكل واحد من عدل يوم اللي مات كسروا الذهب اللي مخلفة بالفؤوس حتى يقسموا بين الوراسة هل قد عنده زائد وزهد علي ابن ابي طالب وبيت علي ابن ابي طالب وملابس الامام علي ابن ابي طالب نحن لا نغالي في علي لم نعرف علي بعد حتى نغالي فيه لم نعرف علي بعد حتى نبالغ في صفاته وفي مواهبه ولكننا نحرث انه كان من رسول الله بمنزلة هارون من موسى وكما كان على بني اسرائيل ان يتبعوا موسى وهارون معا فان علينا ان نتبع النبي وعلي معا في حياتنا ونأخذ منهما معالم ديننا واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين